طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب مع حلقة المساء الرئيسية وإحنا صهرانين معاكم تعالوا نتكلم النهاردة عن موضوع أحسبه من أهم المواضيع اللي ما حدش اتكلم فيها قبل كده وكلام أول مرة هتسمعوا بنحاول الأحداث نسقطها على الواقع عن طريق استنباط ما يجري على أرض الواقع واسقاطوا على أحاديث آخر الزمان قبل ما نبدأ برغاء الضغط على زر الإعجاب لايك ومشاركة هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن ايه اللي بيحصل في السعودية ايه اللي بيحصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا هل ستتحقق الأحاديث النبوية التي أخبرت عن المدينة وعن هجرة أهل المدينة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا بقول لكم حلقة في منتهى الأهمية نبدأ على بركة الله الكلام طبعا كلنا عارفين اللي بيحصل في المدينة المنورة وفي مكة الأماكن المقدسة مكة والمدينة لا يخفى على أحد مكة والمدينة شكلهم اتغير منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اتغير المعالم كلها اتغيرت حتى ان شكل المدينة اللي الروايات والسيرة النبوية مكة والمدينة وصفته يكاد يكون يعني لا يوجد أي شيء غير مكة غير الاسف غير الكعبة والمسجن النبوي لكن كل حاجة تعتبر اتغير حتى الجبال في مكة تم تكسرها وتفجرها وبناء ويعني بنوا فنادق حواليها الشكل العام اتغير اللي احنا عايزين نقوله تغير الشكل العام لمكة والمدينة ولم يتبقى الا ان يتحقق الحديث النبوي اللي بيظهر قصدكم قصدنا دلوقتي على الشاشة والحديث يعني ذكره الامام مالك في موطئه في الموطئ لتتركن المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الزئب فيعبر او يعدي على بعض سواري المسجد او على المنبر فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان لان المدينة كانت معروفة بالثمار قال للعوافي اي الطير والسباع هذا الحديث للامانة العلمية ضعفه الشيخ الالباني وذكره في السلسلة الضعيفة وقال انه حديث ضعيف ولكن طبعا في بعض العلماء صححوا وحدث اختلاف في تصحيح وتضعيف هذا الحديث بس عايزين نتناول النهاردة الحديث بشيء من التحليل ان الرواية بتقول لا تتركن المدينة على احسن ما كانت يعني ايه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لأهل المدينة هتطرق المدينة وكمان هتكون حالة المدينة على احسن ما كانت ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وبالفعل المدينة دلوقتي حصل فيها تحديثات وحصل فيها يعني دخلت فيها المياه ودخل فيها القهرابة ودخل في كل مظاهر التكنولوجيا دخلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ول حتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح مثل القصر الأبيض كما ذكرت الحاديث وحصل فيه تحديثات كبيرة وشكله من بره عامل مثل الأصر الأبيض زي ما الروايات ذكرت في محاولة دخول الدجال إلى المدينة هذا قصر أحمد أصبح يشبه القصر إذن الأمور في المدينة في تطور مستمر طيب إيه اللي بيحصل دلوقتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ول خرجت علينا الأخبار إمبارح من 48 ساعة بتتكلم عن اكتشافات للذهب وأن نحاس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ول بدأ التنقيب والبحث عن المعادن في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وده بعد خطير جدا طبعا الأخبار طلعت خبر مفرح ومبهج لكل السعوديين اكتشاف الزهب وأن نحاس في المدينة طلعت الأخبار زي ما بيظهر أصدنا بتتكلم في هذا المعنى ولكن في بعد آخر هل سيتأخر ولي العهد وهل سيتوانى ولي العهد في البحث عن مزيد من الزهب في المدينة والمدينة لازم تعرف أن هي غنية بهذه المعادن وهي فضل يتوغل ده المخاوف اللي بدلوقتي بتحصل أو اللي بدأ الناس اللي عندها بصيرة سيبك من الناس اللي هم بيهيصوا مع الأخبار وكلام ده لكن الناس اللي عندها بصيرة وطرى عن بعد المشهد خايفين أن التوغلات في البحث عن الزهب والمعادن تفضل تزداد لغاية ما تشيل المدينة بسكانها ويتحقق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن هجرة أهل المدينة وخد بالك إما نيجي نرجع تاني كما يظهر أمامنا على الشاشة لنص الحديث هتتفاجئ بمعنى ممكن يكون بعيد ولكن واقعي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولك لتتركن المدينة كلام يديك إحساس إن الخروج هيبقى إجباري يديك إحاء إن إخراج أهل المدينة هيكون رغما عنهم غصب عنهم كأن الحديث ينطبق على الواقع أو ما سيحدث بعد قليل أيضا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أين الثمار حين ذاك أين الثمار حين ذاك الثمار مين اللي هيكله طيب لاحظ إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو رد على الصحابة قال لهم إيه قال لهم مش هيبقى فيه ثمار هتبقى المدينة خاربة هتخلوا من الزرع والثمار لا قال لهم إن الثمار هيبقى من نصيب السباع الحوافي السباع والطيور ده إشارة لإيه نفهم إيه من الكلام ده نفهم إن التوغلات في البحث عن الزهب والفضة هتطير أجزاء كبيرة جدا من المدينة ولعل لن يتبقى إلا إيه إلا المسجد بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام وأماكن اللي فيها الثمار والزراعة طيب عايزين وجهة نظرك يا شيخ قل لنا رأيك إيه في الموضوع ده هل من الممكن أن يتحقق هذا الحديث أرى أن الوقت لا يتسع لأن يتحقق هذا الحديث فواحد يرد علي يقول لي إيه يقول لي إزاي ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بدامت قال يبقى لازم أن هو يتحقق فأفكرك أن هذه الرواية ضعفها أهل العلم وضعفها الشيخ الألباني وغيره من أهل الحديث فبدام هذه الرواية ضعفت من قبل أهل العلم يبقى نعمل إيه نرجع للقعدة اللي إحنا متفقين عليها في أحاديث آخر الزمان الأحاديث الضعيفة اللي بتتكلم عن أحداث في آخر الزمان احتمال إن هي تتحقق واحتمال إن هي لا تتحقق طيب إذ لم تتحقق هذه الأحاديث يبقى إيه الموضوع يبقى ما ألهاش الرسول عليه الصلاة والسلام وإيه كمان لو لم تتحقق هذه الأحاديث يبقى رجعت لأصلها والأصل فيها أنها ضعيفة كما ضعفها أهل العلم خد بقى لك إحنا مش عايزين في موضوع الصحي والضعيف إن إحنا نكون في وادي وأهل الحديث في وادي آخر هي نقطة الخلاف فقط في الأحاديث التي تتحقق أما الأحاديث التي لم تتحقق بعد فكلام أهل الحديث هو الصح هو الأصح في هذا الأمر أنها ضعيفة طول ما هي ما حصلتش يبقى أحاديث ضعيفة وما لهاش الرسول لكن لو تحققت نقول إن هي صحت من حيث لازم تعرف إن الدجال زي ما بيانت الأحاديث إن هو هيمنع ومحروم من دخول مكة والمدينة ولكن أنت نسيت معلومة في منتهى الأهمية والخطورة إن زي ما الدجال محروم ومنوع إن هو يخش مكة أو المدينة بس عنده رجالته اللي بتخش مكة أو المدينة وقعدين موجودين ومحسوبين على الإسلام ومنهم ناس محسوبين على العلم والعلماء ومنهم ناس محسوبين إن هم أولياء أمور خد بالك جنود الدجال موجودين في كل مكان ومسيطرين على نظم حكم كثيرة إن لم تكن كل نظم الحكم على مستوى العالم ولذلك التمهيد لهذه الأحداث أيها الأحباب وأرجو منكم أن تنتبهوا لدقة كلامي هذا التمهيد هو مغرد أمنيات كل الأهداف اللي بيسعى الدجال إن هو يحققها لا تخرج عن إرادة الله أبدا كل الأهداف اللي إبليس اللي بيقود الموضوع من أوله لآخره لا تخرج أهداف إبليس عن إرادة الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة الفريقين الشيطان وأتباعه من الإنس والجن خاسرين ولن ينجحوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى الجميع تحت إرادة الله وقوة الله سبحانه وتعالى وأن القوة لله جميعا زي ما القرآن أخبرنا وقال لنا ديت عقيدة عشان إما تسمع إن الدجال بيحيك المؤامرات ومن ورائه المنظمة التي تحكم العالم إوعى تقول إما الفين إدارة ربنا للكون لا والله من ورائهم محيط افهم سنن ربنا في الكون إنت تظن أنك مكرت وأحكمت المكر والله خير الماكرين سبحانه وتعالى لازم تفهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يقضي يرفع أقواما ويخفض أقواما بيده مقاليد الأمور الدجال قعد بيخطط ومعسكر النفاق قعد بيخطط ومفكرين أنهم مسيطرين وهم لا مسيطرين ولا حاجة ده هما في حقيقة الأمر كلهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى دي العقيدة اللي لازم كل مسلم يرجع إليها وبيحاولوا يوصلوا لك الأفكار الهدامة الغير البناءة لنشر الإلحاد على مستوى العالم زي ما ناس فعلا بتيجي تتكلم معا تقول لي يا شيخ فين ربنا من الأحداث بقول له ربنا موجود بص على تدبيره للأرض وبص على آيات القدرة عنده سبحانه وتعالى تعلم أنه محيط بالعباد أنه إله قادر ملم سبحانه وتعالى مسيطر على خلقه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ليه بقى؟ لأن يوم القيامة تظهر لك آيات القدرة اللي كان بينكرها المنكرين فين؟ في الدنيا افهم الكلام وتدبر الكلام على حقيقته يعني مش عايز أننا أطيل عليكم حبيت أننا يعني أطل عليكم بهذا الخبر وبهذا الكلام اللي أنا بأكد عليه وأقول لك مش هتسمعه في أي قناة تانية حاول تنشر هذا الموضوع وهذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن ولا تنسونا من صالحي الدعاء بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته